قال عبد الله قرأت على كتاب أبي أخبرنا سفيان حدثنا مهدي بن جعفر الرملي حدثنا أبو الوليد رديح بن عطية عن إبراهيم بن أبي عبلة قال رأيت أبا أبي الأنصاري وهو أبن أبي حرامين الأنصاري فأخبرني أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للقبلتين جميعا وعليه كساء خز أخبر حدثنا كثير بن مروان أبو محمد سنة 81 ومئة حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة قال رأيت عبد الله بن عمري بن أم حرامين الأنصاري وقد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم القبلتين وعليه ثوب خز أغبر وأشار إبراهيم بيده إلى منكيبيه فظن كثير أنه رداء